يتواصل عمل وعيادات البعثة الطبية المصرية بالأراضي المقدسة وأعلن دكتور عمرو قنديل رئيس البعثة الطبية المصرية بدأ أعمال لمسحات وأخذ عينات للحجاج لاكتشاف أي أمراض وبائية مع إتاحة المسحات السريعة لفيروس كورونا بالمجان لمن يرغب من الحجاج وصلت عيادات البعثة الطبية عملها على مدارس ساعة لاستقبال ديوف الرحمن بمكة المكرمة وذلك لتقديم الخدمات الطبية والإلاجية بل والوقاية لهم بعد أداء من مناسك والتي حرص الأطباء خلالها على توفير أوجه الرعاية الصحية المتكاملة لهم 19500 تردد على الرعاية الحالات التي تم تنومها في المستشفيات خلال فترة الحج جهاز العام في منهم ثلاث حالات تتعمل لهم تدخل جراحي كان كسور في العظم وفي حالتين تعمل لهم أساطر قلبية وفي حالة تعمل لها عملية زايدة بقية الحالات كانت هي علاج دوائي إحنا عملنا تعليمات أن في جميع المنافس بتاعة عودة الحجاج لجميع العائدين اللي عاوز يفحص نفسه واتمنع نفسه أثناء وصود المطار أنه هو يفحص نفسه مجانا والحاجة الثانية كل واحد يبقى فيه عزل لما يرجع بيته يبقى فيه عزل ذاتي في المنزل عنده لمدة خمسة أيام وأنه هو يلتزم بارتداء المسك ده أنا النهاردة كمان في تنفيذ مسح للحجاج العائدين عشان نبقى عارفين إيه هي الأمراض الفيروسية اللي ممكن يكونوا راجعين بيها الحجاج الحالات معظمات تعاني من نزلات برد وإجهاد نتيجة للرحلة المقدسة كما تم تقديم الدعم النفسي للعديد من الحالات المرضية التي في حاجة ماسة لذلك من خلال الأطباء المتخصصين إحنا قابلنا عدد من الحالات كان عندها مشاكل نفسية كانت موجودة رحنا نطمن عليهم هو معظم الحالات كانت محتاجة دعم نفسي قوي وكان في بعض الحالات كانت محتاجة هنا تحاول المستشفى وعملنا تقارير بدا وفعلا تم التحويل لبعض الحالات وتم متابعتها وكلنا كنا معاها كفريق علاجي وأنا كطبيب نفسي كنت بتابع الحالات وبشوف احتاجاتهم النفسية إلى جانب زميلي من الفريق الطبي اللي بتابعوا حالتهم الأضوية الأخرى حالة من الحالات كان عنده جلطة وكان عنده مشكلة حاس أنه مش يقدر يحج وكان محتاج دعم نفسي قوي والحمد لله قدرنا أن احنا نتواجد جانبه وندعمه نفسيا بالشكل الكافي اللي راجع طبعا من رمي الجامورات فأقوله في بعض حالة بسيطة مثل تسلخات ألام صداع ألام في العضلات الحاجات الحالة هي تسيم بالبسيطة جدا أحنا بنتعامل معها وكل الأدوية متكتملة وكل الناس خذت علاجها كامل انطباعات إيجابية انتبهت ضيوف الرحمن كافة لما يقدم لهم من خدمات علاجية وتشخصية بالمجان وعلى مدار الساعة قبل ما نروح عرفات برضو كنا تعبنين وجيني هنا وصراحة جاءوا معنا بالفحص والضغط والحرارة وكل حاجة يعني وما قصروا معنا ودونا الأدوية اللازمة عملنا الواجب والله عملنا الواجب ودونا العلاج اللي احنا هيزي الحمد لله بيدونا العلاج لنا ويكشفوا علينا ربنا يحميه الحمد لله خدمة زي الفل وناس محترمة جدا في أي لحظة بالله هم موجودين البعثة الطبية بسم الله ومشاء الله متابعين الناس كلها على أكمل وجه بصراحة يعني الخدمات التشخصية والعلاجية بل والوقائية التي تقدم على مدار الساعة بإعدادة البعثات الطبية انعكست بشكل إيجابي في توفير الأجواء الروحانية لديوف الرحمن التي تعيشوا مع سائلنا الله القبول محمد حلمي التلفزيون المصري